مرحبا بيس عدواتكم إن شاء الله تكونوا بخير وصحة كويسة وأموركم كلها تمام من الخلطات يلي أغلب الأحيان بيستعملها على جنب عطر وعلى جنب عطر تاني وربما أحيانا استعمل ثلاثة عطرات لكن هاي الخلطة هلأ وقتها بالشتاء أو بنهاية الخريف للشتاء لأنه العطرين أداءهم كتير قوي وجبار الاثنين فيكن تستعملوهن كنسبة يعني تلت بتلتين هنا العطرين هول الماي بربري النسائي والفندي الأبسلو الرجالي الاثنين أداءهم جبار قوي يستعمل تلت من هاد وثلتين من هاد واللي بده يروح للخلط بالزيوت العطرية فممكن يستعمل تلت أو أقل شوي من هاد كقاعدة وثلتين من هاد كوسط وافتتاحية وقلت لكم دايما أنا ما بميل الخلط بس بس العطرين يعني من العطور الجميلة بس تستعملها بتلاقي استحسان الناس اللي بتشمها يعني الغالبية بيكونوا مبسوطين من العطر ولكن يعني بحتاج أماكن مفتوحة أو مساحات شوية تكون كبيرة لأن العطرين أداءهم قوي العطر الأول رح نقول اللي هو المايبر بري النسائي بتستعمل منه اتنين طبعا يعني أنا المشكلة ما ضل عندي محل للعطور الجديدة ولكن إن شاء الله رح أرجع أعمل رفرش للعطور ونرجع نساوي أشياء جديدة ورفيوز جديد بس حاليا هذا من العطور اللي صلوا مدة عندي العطر شرقي إصداره تم بال2016 والافتتاحية تبعيته الياسمين وقلبه الورد والخوخ وفي القاعدة البتشولي والعنبر البتشولي والعنبر قاعدة كتير قوية حتى اللي بشتغل بالتصميم بيعرف هذا الكلام لهيك العطر أداءه كتير حلوة جبر بالنسبة للفيندي الأبسولو بالنسبة للفيندي أبسولو اللي هو البور أوم أبسولوت فيندي كمان عطر خشبي وحار يعني إذا بتلاقوه في النوتات السبيسية اللي هو يفتتح بالفلفل الوردي والحبهان وبالقلب المرمية والعود والبتشولي ونجيل الهند وبالقاعدة الجوشير والتونكة والحمضيات يمكن شوي لعبانين بالنوتات ولكن العطرين أداءهم اتنين حلو مع بعض كنصيحة وتجربة أعجبتني وأعجبت الناس اللي شمت هذا العطر ولكن انتو كمان فيكن تجربوا وبس ما تروحوا للشراء العمياني أو للتجريب بس لأنه أنا نصحت ولكن هي تجربة شخصية حبي تشاركون فيها وإن شاء الله إلى الفيديوهات قادمة كونوا بخير بامان الله